وصل مركز البحرية للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات تحقيق إنجازاته المتميزة خلال عام 2023 نحو تعزيز مسيرته المهنية الناجحة والتي أهلته إلى أن يتبوأ مرتبة متقدمة بين نظرائه على المستويين الإقليمي العالمي المركز شهد عاما حافلا بمبادرات مختلفة وفعاليات تناولت موضوعات الرئيسة ذات صلة بمملكة البحرين ومحيطها الإقليمي والعالمي تميز بحثي ميز مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات الذي اختتم عام 2023 بنجاح من خلال تحقيقه لعدة منجزات وضعته في مكانة بارزة في مجال الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية والطاقة وغيرها من التخصصات البحثية حيث تمكن المركز من بدء العام بتميز واختتمه بنجاح فقد استطاع ان يضم نخبة من الحضور والمشاركين المحليين والدوليين خلال فعالياته المختلفة ومبادراته القيمة كمنتدى دراسات بنسخته السادسة الذي عقد بالتعاون مع المجلس الاعلى للمرأة وبمشاركة نخبة من ممثل مراكز البحوث والدراسات وعدد من الخبراء والاعلاميين والمختصين في دعم صانع السياسات محليا ودوليا ولم يخفل المركز عن العمل بشكل مستمر لتوضيد العلاقات والشراكات المحلية والدولية حيث اطلق المركز تقارير دولية تتويجا لشراكات ممتدة بين المنظمات المعنية ومركز دراسات كما وساهم باعداد مجموعة من الاصدارات العلمية الوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة في مملكة البحرين من بينها التقرير الوطني الطوعي الثاني حول اهداف التنمية المستدامة اضافة الى تقديمه عددا من الندوات والمحاضرات محليا ودوليا ليصبح المركز بمثابة منصة للحوار الفكري تهدف لتعزيز البحث والحوار وتبادل الخبرات ولاتاحة مصادر المعرفة لمختلف فئات الباحثين والمهتمين في شتى المجالات دشن المركز عددا من الكتب واطلق مكتبة دراسات رقمية التي توفر اصدارات المركز من الكتب والدوريات والابحاث عبر الموقع الرسمي باحدث التطورات الرقمية ما يسهم بانجاز دراسات متخصصة تستند الى مراجع رصين مسئولية مجتمعية وشراكة نوعية خلقها مركز دراسات الذي ساهم في توظيف مختلف ادوات البحث العلمي المتاحة لتحقيق معايير الجودة والتميز في هذا المجال وتوظيف المخرجات لخدمة الغايات الوطنية